ما هو السبب الذي يجعلك أن تريد أن تقوم بعمل حاجة في اليوم أو حاجات ومن الذي تريد أن نعس و تسوّل رأسك؟ وماذا غراية لا تستطيع أن تفقنا عليه؟ هل تصوّل في مواد الإنتحانات؟ أو موضوع معين؟ أو تقرأ ساعة في كتاب أو سيوغ الفيديو لكي تحسن مستوى اللغة أو تسوّل صاحبك سيوغوات صعب على شيء ما تفهم فيها أو تصلي صلاتك في الوقت ومالغوزماً تجد رأسك لا تستطيع أن تقوم بعمل هذا شيء ما حال تستطيع أن تهرب؟ وما حال سوف نزيدك للوقت لكي تفعل هذا شيء؟ يومين؟ كل يوم؟ سيوم؟ شهر؟ وما تريد أن تضيع في وقتك؟ وأن الوقت هو من أعضم نعم لإعطاك الله؟ وما سوف تسأل ما حدرته فيه؟ وما ستستغلتي في طالب العلم؟ ولا شيء سوف تنفع بها الناس غضاء؟ وما سوف تنفع الميزان لك غضاء أمام الله؟ يمكن أن تسيغ أن الهدف لي لي هو أن أعطيك فقط الإشكالية ونجعلك معلق؟ لا 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 فالأقلية هو أن أعاونك ونقترها لك طرق جد فعالة التي ستساعدك والطريقة التي سنعطيكم لهما هو عب السيف وسهلة وغير ما لا أريدك وفي هذه المراحل سأشرحهم لكم بالتفصيل وإن تلع لك دائما هو دير بهذا الشيء الذي سنقول لك يالله نحن بها موسيقى 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 الذي تريد أن تنفع شيئا وننسى تجعلك تكتبها في هذه المرحلة لتنفعها في أنت وقع عليك أكبر عقز عندك لماذا؟ لأن تجعلك الدفتار والسيلو وعندما تقلب عليهم تجعلك تنفع الناس مثلا أنت كتاكل وانت فكرت شيئا يجعلك تنفعها سيجعلك صحيب لتنفع لديهم وقلب على الدفتار ونرى السيلو في مطايح وإذا كنت تريد أن تنفع كاتبه يقدر هذا الدفتار تنفعه ولا تنفع معك دائما وبالتالي نحن نجعلك أن ننفع معنا دائما وهي التليفون دائما معك وإذا كنت تكون التاكل سيكون أحداك أولا أن ندخل إلى ميمو وهذا لم تحتاج إلى تليسارجها أي تليفون فيه ستجعلها وتكتب أي شيء تحتك على بالك خاصة تنفعها ستكون في الطريق أو في الترتيب تفكر في شيئا ستكتبها وماذا تكون قالس أو قبل أن تنفع وتأخذ تليفون لكي تنفعها ستجعلها هي ناس ستحاول أن تحدي ما الذي كتبت قبل وستطيع تنفعه بالترتيب وحسب الأولوياتك هذه هي الأولى من بعد هذه من بعد هذه ومن بعد أن نضعهم سلون لغضة ستجعلني أنا سنحاول أن نفرقهم على الأيام من الأسبوع ستجعلني دخل الكالندري حتى يكون هنا في التليفون وليس كذلك سنضع في كل نهار شيء واحد أو جوج من هذا مثلا سنبرك على الأندي ونضع عنوان موضول X ونضع جوج تسويع ونضع في المرد ونضع المادة Y ونضع جوج تسويع أو جوج تسويع ومن بعد أن تفرق على الأيام الأسبوع ستجعلني ومن بعد أن تفرق كل شيء لديك في التليفون في كل إله قبل أن الناس نضع الوقت معي تريد خدمة المادة وليس كذلك ونضع الكالندريا لديك في التليفون حتى هي في الريفي أن تجعلني يعني يمكنك تحدد فيها نهار وماذا تصل إلى وقتها يصنع لك التليفون وبالتالي هنا سهلتك على دماغ ومن بعد أن تجعلني أول شيء حددت لي كيف يمكنك تعمل بالضبط وثاني شيء كيف يمكنك تعمل وآخر معي بالضبط ما ساعة فهنا لا أريد أتمنى 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 الوقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر